احنا اتناقشنا فيها في اللجنة نقاش طويل جدا واخدت ساعات من المناقشة وايضا حضرتك عارف انها نقشت في المجلس لكن احنا امام مادة في الدستور بتلزم الدولة ان تحافظ على الارض الزراعية احنا لو قلنا كان المطلب من هؤلاء ان احنا نشيل كلمة القريبة بحيث ان كل اللي هو خارج الحوزة العمرانية المباني خارج الحوزة العمرانية يحصل على التصالح وتقنين الوضع طبعا هذا الكلام يتناقض تماما مع المادة 29 دستورية اللي بتلزم الدولة على الحفاظ على الارض الزراعية وتنميتها وكلام منه فلاخدنا في جهد القانوني يعني متخصص جدا ولقينا ان لو شلناها المادة دي هتبقى محل طعن في امام محكمة الدستورية وقطعيا كانت هتلغى المادة دي فاحنا قلنا لا احنا عايزين نستفيد اكبر عدد ممكن من المواطنين اللي بنو خارج الاحوزة العمرانية ودول مش هيقل زي ما انا قلت عن فوق 80% من الخارج الحيث طبعا المتناثرات مصيرهم ايه؟ المتناثرات بص حضرتك ده هيخضع للقانون العام ده هو قانون 119 اللي هو هي قطعا جريمة مؤسمة والقانون محدد فيها عقوبات لكن هناك مادة في قانون ده بعد التصور الجوي حضرتك التصور الجوي من ضمن الحاجات اللي اتعدلت في القانون ان التصور الجوي لحد 15 10 23 23 خلافا للتقرير اللي تقال دلوقتي ده كان على النص القديم 22 22 لكن هي لحد 15 10 23 يعني الشعر اللي فات حضرتك كل ما هو داخل الحيز الاحوزة العمرانية قرى ومدن يتصالح ما عدى اربع حالات وهقولهم حصرا يعني لكن اللي بره الحيز الأمراني هيبقى خاضع لحد 15 يعني يعني اقول تاني اللي هم جوه الحيز الأمراني يتصالح حتى تاريخ صدور القانون حتى تاريخ صدوره يعني اما يصدق عليه سيادة الرئيس ده تاريخ صدوره وينشر في الجريدة يبدأ التاريخ يعني كل مخالفات البناء داخل الاحوزة العمرانية في المدن والقرى في التصالح والتوابع اللي لها حيز يجوز التصالح لحد صدور القانون تاريخ صدور القانون اما الابنية او الكتل السكنية اللي هي خارج الحيز العمراني للقرى او المدن يعني اتبانت في ارض زراعية دي الحد الاقصى لها 15 10 23 تبقى للتصور الجوي اذا انا امام مصالحة بتعملها الدولة مع عدد مع عدد مهول ملايين الحالات هيتبقى شوية حالات زي سيادة ربط قلت ليسوا مليون ولا مئة الف حتى هي المتنصرات ودولة هيبقى هيعالجهم المادة الرابعة من القانون اين كان هيتصالح معهم اللي بيبقى دي سلطة مجلس الوزراء الظروف يقدرها وفي استحالة لكن الناس هتخوف من هدم البيوت بص حضرتك هو يعني احنا بنقول يعني النواب كلهم كانوا بيتناقشوا في القصة دي وقالوا ان هدم البيت ما بيرجعوش ارض زراعية ده وجه نظر والوجه النظر التانية ان انا مش عايز اتعارض مع نص دستوري عشان المادة تبقى محمية فترك الامر للحالات اللي زي دي وهتعرض كل حالة على حدة مش هتبقى بشكل جماعي لكن الكتل السكنية اللي هيحصرها وزير الزراعة ويعرض على مجلس الوزراء وده فيه ضمانة لان احنا لاحظنا في قانون 17 سنة 2019 اللي هو قانون القديم بتاع التصالح ان غالبية المسؤولين مش عايزين يتحملهم المسؤولين مش عايز يمضي مش عايز يوقع على الطلبات وفيه ناس وصل لها لحد نموذة العشرة ووصل لحد المسؤول الأعلى في الجهة الإدارية ومش عايز يمضي ترجمة نانسي قنصر نانسي قربك اشتركواها كثير من الوقت